ورحب معي في الستوديو بالأستاذ ضياء دين داود عضو مجلس النواب المصري أستاذ ضياء أهلاً وسهلاً أهلاً سهلاً طبعاً هذه ليست الحرب الأولى التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة في تصورك ما الفرق بين هذه الحرب وصابقاتها؟ الفرق كبير وشاسع يعني حجم الجرائم التي اكتربت من حيث الزمان ومن حيث المكان ضيق الجغرافية في غزة وعدد من سقطوا ما بين شهيد وجريح حجم وعدد الأطفال حجم الخزلان الدولي وسقوط القانون الدولي والمؤسسات الدولية في وحل الاختبار الأكبر في غزة أمام صمود الشعب الفلسطيني ونضال مقاومته في البقاء وقفت على الأرض غرم بشعة الدعم الدولي لجانب ينتهي بكل حقوق الإنسان وكل المواصيق الدولية في ظل للأسف صمت كمان عربي على الأقل على المستوى الرسمي لأنه كل الاجتماعات التي عقدت سواء كانت من اجتماعات على مستوى الدول الإسلامية أو الدول العربية وما تخذ من قرارات لم نرى له أي صدى على الأرض اللي بيحط الاختبار الحقيقي هو صلابة وصمود الشعب ومقاومة الفلسطينية على الأرض المعطيات مختلفة عن كل من 48 وإنت جاي كل الأمور مختلفة على الأرض الآن ولكنها ليست الحرب لن تكون الأخيرة ولكنها مبشرة بأنه جيل نصر آت لا محالة لأنه كنا دايما بنعاني في فكرة تهميش الوعي العربي هذه الحرب بالذات عادت للوعي لأجيال كنا نظن أن القضية قد انتهت بالنسبة لها وأننا نحتاق لإنفاق المليارات لنعيد هذه القضية مرة تانية للزهن والوعي العربي خاصة في أجيال ما كنا لنظمنا أنها يمكن أن ترى أو تشتبك أو تتعاطى مع القضية فأحنا أمام كلنا جميعا أنظمة وحكومات وشعوب أمام اختبار كبير للغاية ولكن أستاذ دياء عندما يسمع البعض هذا الكلام أو مثل هذا الكلام يقول بأن الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني الآن ثمن فادح للغاية ده صحيح الثمن ثمن فادح ولكنهم متقبلين كشعب فلسطيني دفع هذه الأسمان البهزة لأنهم شعب مهجر من 48 أغلب من يسقطوا الآن في غزة هم بالأساس مهجرون ليس هذا التهجير الأول لهم ومع محاولات التهجير القصري اللي في حالة ممنعة مصرية كبيرة على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي لها في خطوات يتعين أن تتخذ عربيا على الأقل وإسلاميا على الأقل يعني النهاردة بنتجاوز السبعين يوم بدون قرارات ضاغطة على المجتمع الدولي يعني نرى أن حركة الشعوب صبقة الأنظمة بفراسخ من الأميال على كافة الأشكال وكافة الأسادة نستطيع ولدينا قوة نستطيع أن نستخدمها ولكننا ممتنعون كأنظمة عربية على الأقل أو إسلامية على الأقل حتى الآن ما يسمى باتفاقات إبراهام يعني ما هو من الممكن أنه يبتخذ بشأنها من أنها تتوقف فورا ويعرض خارج الدول العربية منها جميعا مقررات مؤتمر العلا محاولة أن نحن نتدخل قوسطاء أو ينتهي الأمر بنا أننا مرسلون لشحنات الإغاثة للضحايا والشهداء أمر غير مقبول وسيحاسبنا جميعنا التاريخ على هذا طيب ونحن نتحدث اليوم هناك من يرصد تغييرا في المواقف الدولية كنت أتحدث مع ضيفي من لندن قبل قليل عن المقالة الثنائية التي كتبها وزيراء خارجية ألمانيا وبريطانيا ويطالبون بالتوقف الفوري لإطلاق النار وأن تدخل الأمور في هدنة في غزة يستطيع أن يأمر حكومة كان الصهيون بالتوقف فورا أي تغييرات استراتيجية حوالين لي الزراع حوالين بعض الكلمات في بعض التصريحات وبعض المواقف ويأتي المساء لتتحسن قليلا نشوف نتصريحات على لسان بايدن يحسنها بعض قليل وزير خارجية لممثل ومتحدث باسم البنترون يحسنها بعض قليل نرى تفاوت في وجهات النظر نتيجة الضغط الشعبي والجميع مقبل على انتخابات فبيحاول أن يقصب أرضا جديدة أمام معرقة كبيرة صمد فيها الشعب الفلسطيني وفضح الضمير الدولي الصامت أمام كل ما يرتكب من جرائم فمن حيث التحركات التكتيكية ممكن يكون هناك بعض التحسن يكون استراتيجيا إسرائيل هي مخلب القط لدول الاستعمار في الماضي وفي الحاضر هل هذا يتغير؟ لا هي وليدة الاستعمار وستبقى وليدة الاستعمار وصراعنا معها أصبح جهارا نهارا واضحا أنه ليس الشراء على حل الدولتين أنا ضد حل الدولتين أنت شخصيا ضد حل الدولتين أنا ضد حل الدولتين لأنه اعتراف نيتنياهو أيضا ضد حل الدولتين وأنا مثل نيتنياهو ضد حل الدولتين أنا مع دولة فلسطينية من البحر إلى النهر خمسة ستبعون عاما لا تمكننا من أن نتراجع لنبني شرعية على غير أسس قانونية أو تاريخية لنمنح حقوق بالنسبة لكثيرين من الناس هذا حديث غير قابل للاستماع هل هو واقعي؟ واقعيا بعد مائة عام بعد خمسون عاما لابد أن يكون هناك من يتحدث بلغة قابلة ولكن استراتيجيا استراتيجيا علينا أن نحسن ظروفنا في الواقع نحن متورطون في تراجعات علينا على الأقل أن نتماسك أمام هذه التراجعات مرحليا علينا أن كل ما قمنا بالتنازل به التطبيع الغير مستلزم من بعض الدول العربية عليها أن يتوقف فورا طيب يعني أنت حتى في قلب البرلمان المصري قمت بتمزيق اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل قلت أو وصفت هذا الاتفاق بأنه مكبل للدولة المصرية لماذا هو مكبل للدولة المصرية؟ هذا الاتفاق الذي وقع منذ أربعة قرون أكثر من أربعين عاما يعني استعادت مصر من خلاله الأرض لا مصر استعادت بقوة السلاحة مصر استعادت بالانتصار وما تبقى ما تبقى هو كان ترتبات وفقا لبرلمعطيات الأمر الواقع في زروف وتوازنات المجتمع الدولي في حين وما ألزمنا بأنه من وكة نظر الحكومة المصرية في هذا التوقيت ونحن كنا من الفريق الذي رفض هذه الاتفاقية وحلي بسببها برلمان ولكن على الرغم من التزام الدولة المصرية بهذه الاتفاقية والأربع عقود الماضية إلا أنها لم تلزم الشعب المصري أن يعترف بها أو أنه يقبلها أو أنه يطبع ويستسيغ هذا التطبيع وظل التطبيع يلاحق كل من طبع بأنه جريمة شعبية سواء على مستوى الثقافية أو على مستوى الاقتصاد لكن بشكل عامل الشعب المصري في عموم ولم يطبع الشعب المصري لم يطبع ولم يقبل التطبيع ولم يرحب بالتطبيع تول هذه العقود الأربعة فكان التعبير عن تمزيق هذه الاتفاقية لتعبير واضح على أن الشعب المصري وده برلمان مفروض أنه بيعبر عن الشعب المصري وليس عن الحكومة المصرية أن هذه الاتفاقية ساقطة وممزقة في أيدي المصريين وهذا ما تحدثنا به في البرلمان ومنسمى تحسين الشروط لتخفيف الضغط على الداخل الفلسطيني يمكن الفلسطينيين وقومتهم المشروعة منهم يكونوا واقفين شاعرين بأن هناك قوة حية لا تزال موجودة في الوطن العربي كان لزمن علينا أن نعبر عن هذا بوضع طيب أعود إلى الحديث عن ضيفي الذي كان من لندن قبل قليل يعني في الساعة الثامنة ونصف يعني هو تحدث بأن الأمور كانت على ما يرام قبل السابع من أكتوبر ولولا أن قمت حماس بهجومها على إسرائيل لما حدث ما حدث خمسة عشر عاما غزة محاصرة محاصرة من الجميع لم يكن من هناك من نفق واضح للضوء إلا من اتجاه الحدود المصرية ولكن حماس ولدت عام كام حماس ولدت حديثا ولكن ما يحدث الضفة وما يحدث في غزة وما يحدث في القدس كان لابد من له من رد الفعل المقاومة المشروعة هي دائما حق لكل الشعوب الرازخة تحت الاحتلال هذا يؤمنه القانون الدولي هذا يؤمنه القانون الدولي الإنساني لم يكن من الممكن أن تكون غزة حديث العالم لم يكن هناك رد فعل ورد فعل قوي دافع فيه الشعب الفلسطيني ومقاومته لنحن ممكن أن نختلف مع مرجعية هذه الأفكار ولكن لا يمكن أن نختلف حول ما أتته هذه المقاومة من فعل نرفع به أجؤوس لنصل بها عنانا سماء ونؤيدها وندعمها ونفخر بها في زد التوئيد طيب أشرت منذ قليل سادة ضياء إلى مسألة التهجير القصري للفلسطينيين وهذه المسألة ربما كانت مصر من أوائل الدول التي حذرت من حدوثها ويعني استمعنا إلى القيادة المصرية استمعنا إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة وبشكل علني حتى مع ضيوف أجانب مع مسؤولين غربينا وأمريكيين وهو يحذر من هذه النقطة هل ترى بأن هناك ربما مخاوف لا تزال موجودة لا يزال لتنفيذ هذه المخططات لا يزال هذا الخطر قائم ولم تجذب حكومة نتنياهو في التعبير عنها بوضوح وبالتمسك بها وهذا ليس بحديث جديد هذا حديث قديم يطرح على الطاولة ويضغط بشأنه وتستخدم فيه كل القوى للتأثير على قرار المصر العربي لقبول به ثم لتهجير الضفة إلى تجاه الأردن هذا السيناريو هو سيناريو الإنهاء والإجهاز النهائي في نجبة كأديدة ضد الشعب العربي والشعب الفلسطيني شعب المصري وحكومته وقيادته يقزه وعندها الاستعداد بالدعم الشعبي وبالقدرة على دفع الفواتير ومصر قادرة مصر من الدولة الأكبر في المنطقة التي دفعت ولا تزال قادرة على أنها تدفع بقوة المواقف وبقوة التأثير العسكري وبقوة ووحدة وسلامة الجبهة الداخلية مع التخاص قرار يمنع في أي وقت من الأوقات أن يكون هناك مساس بس لا يسفقت بالحدود المصرية ولكن بإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وهذا كان حديث واضح على لسان الرئيس عفتاح السيسي على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عند تفقده للجيش التاني الميداني وكنا موجودين في هذه الجولة بشمال سيناء وتفقدنا قوتنا والتقينا بالعوائل العربية وبالقوة التي لها قوة التأثير في سيناء شعبيا والجميع على قلب رجل واحد في هذا الملف منعا لحدوث أي انفجار على الحدود الشرقية تجاه غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر